يامسا خير أهل وسهلا بكم حلقة جديدة من أسادسة بعد غياب جولتين من معجلات الأهلي في بطولة الدولة الأولى مع سيراميكا والتانية مع الجونة عندي كلام كتير جدا وتفاصيل كتير جدا وردود أفعال متبينة الحقيقة على المطشين أو المباراتين الأخيرتين الأهلي اسمحوا لي بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة الحقيقة يعني أتقدم بخالص الأمنيات والدعوات لسيد الوزير العامري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الأهلي بالشفاء العاكل لمحنا واختبار صعب تعرض لي سيد العامري فاروق الحقيقة في الأيام الأخيرة نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه ربنا يقوم منها سليما معافا اختبار صعب لي والكل اللي حواليه نتمنى إن شاء الله وبطلب منكم الحقيقة ومش بس الأهلوية يعني أي حد شايفني أو أي حد واصل له صوتي أتمنى لكم دعواتكم في هذا الوقت لأنه الحقيقة سيد العامري فاروق يحتاج دعواتكم في المحنة الصعبة اللي بيمر بيها عدد من العمليات أو تدخلات الجراحية أعتقد وسط الخمس عمليات في الأيام الأخيرة نتمنى له إن شاء الله بإذن الله يكون يعني محنة واختبار صعب بإذن الله ربنا قادر يكتب له منهم الشفا زي ما قلتلكم يمكن وإحنا نتكلم على الأهلي في الفترة الأخيرة أنا عارف إنه في ناس كتير وخصوصا بعد مطش مبارح بعد مطش الجونة في ناس كتير مش بس إذا علينا خد بالك أنت يعني إشياء الإيجابي في الموضوع طبعا أنت متصدر للدوري بعد غياب وبعد مؤجلات كتيرة في مشوارك في بطولة الدوري نتيجة مشاركاتك في بطولة الدوري الأفريقي رجعت للصدار ويتبقى لك عن أقرب منافسيك مبارزيات وده في حد ذاته شيء إيجابي وإنت في أسوأ حالتك ما بتخسرش ده شيء برضو يعتبر إيجابي ده مش مسكن يعني بلغة الكرة الحقيقة في حاجات كتيرة جدا ممكن تبص لها أكيد طبعا فيه سلبيات ده ما فيش شك فيه والأهم بالنسبة لي هو مشوار الأهلي اللي جاي مش حاب ببص قوي على اللي فات لكن مهم جدا بالنسبة لي اللي جاي وخصوصا مع فترة الراحة السلبية اللي ادها مستر مارسل كولر اللي بعد مطش الجونة قد الفريق راحة أسبوع هو شخصان والجهاز والمعاون في فترة أجازة وسافر هو بالفعل لأسويسرا أجازة تمتد لمدة أسبوع بعدها يرجع يحضر عندنا طبعا فترة التوقف الدولي هتمتد بالنسبة لعيبتنا يعني بتكلم من هنا لغاية يوم 19 دي الموعيد الرسمية لمواجهتين من المتخب مصر في بطولة أو مشوار تصفيات بطولة كاس العالم هتبدأ مع جيبوتي يوم 16 ثم سيراليون يوم 19 يرجع بعدها أول محطة لأهلي بسم الله الرحمن الرحيم كده دوري الأبطال ومن هنا لغاية 15 ديسمبر بتكلم في فترة تقريبا تقريبا شهر شيل منهم فترة التوقف الدولي بقى بتكلم في حوالي 20 يوم 3 أسابيع هيخوض الأهلي خمس مباريات في منتهى القوة من أول ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري الأبطال وصولا للفايز من أوكلن سيتي والتحاد جدة لغالبا هيكون التحاد جدة في بطولة كاس العالم المباراة اللي معادها 15 ديسمبر إزاي يحصل التحول إزاي السعيد الأهلي فورمته اللي غابت عليه حتى وإن كان بيكسب فيه المواجهات الأخيرة ده اللي هنحاول أن احنا نتكلم فيه النهاردة بالتفصيل وبموضوعية الانفعال لن يفيد على الإطلاق يمكن يكون رصيد مرسل كولر قل شوية عند الأهلوية في فترة أخيرة لكن أبدا الغضب مش هيكون حل الأهم هو اللي جاي وده اللي أنا عايز أتكلم فيه معاكم النهاردة قبل ما ندخل في التفاصيل فاصل ونرجع لحضراتكم طيب كويس أن احنا رحين من أرقام مرتبطة بشكل الأداء المالي لباشتونة وواحد من أكبر الأندية في أوروبا ومش هبالغل قلت في العالم ودي نقطة مهمة جدا في اللي جاي خلينا نبدأ معاكم بسؤال عندنا إيه نركز عليه يعني أنا بتهالي هو ده سؤال المرحلة اللي جاية طبعا أنت ضع منك لقابين كان مفترض في بداية الموسم منهما الأسهل من حيث الألقاب اللي تضمن لك عوائد ملايه لأنه نادي زي النادي الأهلي بفطورة انفاق وصوائل اللي بيتكلفها دارة النادي للمحترفين الأجانب ودول مش بس في كورت القدم دول على تقريبا يعني تقريبا فيه رياضات كتيرة جدا منعتمد فيها على أجهزة فنية أجنبية منهم الهاندبول منهم الباسكتبول منهم طبعا فريق كورت القدم بالإضافة لللاعبين المحترفين الأجانب بلعبه في الرياضات المختلفة في النادي الأهلي ففي فطورة دولار عندك كل سنة كبيرة جدا ما عندكش مصدر من الحضور الجماهيري واحد من أهم مصادر تمويل كل نادي هي قصة الحضور الجماهيري وإرادة المباراة وخصوصا لما تبقى نادي بحجم النادي الأهلي تضمن بشكل كبير جدا أعلى نسبة حضور جماهيري في كل الأندية اللي بتنفسك وبالتالي الأهلي بيفتقد بشكل كبير واحد من أهم مصادر داخله سيلك من قصة الرعاية مباشر لممارسة الرياضة بتلعب ماتشاط بيبقى عندك جمهور بتاخد عواقق بس فضائي أو تلفزيوني بتكسب من البطولات اللي بتلعب فيها إذا كان فيه يعني وصول لمنص التتويق فبيبقى بالتالي بيبقى فيه مرضود مالي والجزء الأخير والرابع هو البيع والشرع فكرة الترانسفير ماركت اللي تقدر من خلاله أنك أنت تبيع لعيبة تكسب فيها أو على الأقل ما تخسرش أو على الأقل ما تصرفش فلوس من جيبة فقط لقبين كانوا ممكن جدا جدا يسهلوا عليك الميركاتو الشتوي وهو ميركاتو أصبح مهم جدا جدا في الوقت الحالي وخلينا نأجل الجزئية دي هرجع لها بعدين عندنا إيه السنة دي أو عندنا إيه اللي فضل لنا عندنا نهائي كاس طبعا بعد ما وصل الأهلي طبعا على حساب أمبي كان في انتظار الفائز من الزمالكو بيرميدز بالمناسبة يعني الشئب الشئي واسكر كده في مبارات الزمالكو بيرميدز لأول مرة يعني على طول بشجع الزمالك لما بيكون بيلعب برا مصر بييلعب مع أي فريق غير مصري بيمثل مصر في بطولة ما يعني بيبقى متعاطف مع أي فريق مصري مش بس الزمالك أي فريق مصري أي حد ابن بلدي بيلعب برا لازم هقف ضاره حتى لو الزمالك اللي هو أقوى منافس للنادي الآهل فأنا متعود طول عمري هشجع الزمالك وبيلعب مع أي فريق غير مصري أول مرة بصراحة أبقى فيه كده سن التعاطف مع الزمالك في مبارات بيرميدز ثم اكتشفت بعد كده أن كتير من الأهلوية جدا كانوا وقفين مع الزمالك وكانوا في سوم أنه الزمالك هو اللي يتأهل لمواجهة الأهل في النهاية الكاس وقد كان مواجهة كلاسيكية طبعا أنا الحقيقة مطش الأهلوية والزمالك بالنسبة لي غير بصرف النظر بيواجه بعض على لقب وبطولة ولا بيواجه بعض حتى في دورة رمضانية الأهلوية والزمالك عيد للكرة المصرية شاءة من شاءة وقابة من قابة فبالتالي عندك مبارات عندك لقب كاس وعندك لقب دوري أنت النهاردة في صدارة المشهد وعندك مباراة معجلة وأنا بيتهالي أن البطولتين دول طبيعي جدا الفوارق بتقول والظروف بتقول ظروف المنافسين بتقول ظروف المنافسة بتقول أنه الأهلي طبيعي أنه يبقى القارب ليهم لكن من الواضح كده أنه في حاجات كتير غلط في حاجات كتير مش زي ما كنا بنتمنها على أقل تقدير بلايش نقوله غلط لكن في النهاية ما خسرتش أنت لعبت خمس مبارات كسبت أربعة وتعدلت مباراة لكن الأهم بالنسبة لي هو أنك أنت رايح للأصعب اللي ما بقاش فيه بديل لإنقاذ الموسم سوى تحقيق لقب وهي هي بطولة الشامبيونز ليك النهاردة قدام الأهلي سيك من كاس العالم الأندية صعب صعب طبعا ما فيش مستحيل في كورت القدم وكل شيء وارد واتمنى مين ما يتمناش أنه الأهلي يكسب بطولة كاس العالم للأندية وخصوصا النسخة دي هي النسخة الأخيرة اللي هتقام بالشكل أو بالطريقة أو النظام المتعرف عليه فبالتالي فرصة أساسا وصولك لإنهاء البطولة ممكن تكون الأكبر بعد كده القصة في حتة تانية خالص قصة صعبة جدا محتاجة يعني مجهود مضاعف وإمكانيات جبارة وسكواد يعني على أعلى مستوى عشان تنافس بقى مش فرق أنت جايلك النهاردة منشست الستي وجايلك فلومينانزي البرازيلي لأ بعد كده هيبقى عندك أربع خمس فرق من أوروبا واربع خمس فرق من أمريكا الجنوبية وغيرهم بقى اللي جاي من أسيا وجاي من أمريكا كونكاكاف فقصة هتبقى معقدة جدا أتمنى طبعا أتمنى لكن في النهاية أنا بشوف أنه حتى لو الأهل ينجح في تجاوز اتحاد جدا ثم من بعد ووصل المبارنة هائية منشست الستي يا جماعة ما فيش فرق بتقدر عليه في العالم كله يعني كل فرق العالم بتعمله حساب فالقصة هتبقى صعبة شوية فبالتالي الأمل الوحيد في لقب كبير وعائد طبعا بطول كاس العالم ليها أهمية مدية لأنك أنت كلنا بتتقدف البطولة كل ما العائد المالي أو المادي ليها بيبقى كبير لقب قري ما عندكش غير بطولة الشامبيونز ليج طولة الشامبيونز ليج اللي حطت على الميركاتو الشتوي اللي جاي أهمية شبه قصوى وخصوصا طبعا النهاردة سانداونز اللي ما يعرفش أو اللي مش تتابع سانداونز طوج بالنسخة الأولى بالدولي الأفريقي على حساب الوداد المغربي بعد ما فاز في مباراة العودة بنتيجة 2-0 كان خسر في الدار البيضة بنتيجة 2-1 رجع وكسب فيه ريتوريا 2-0 فبالتالي هو الفريق الأول المتوج للقب الدولي الأفريقي وبص على النتائج في أفريقيا انت لعبتها أمام سينبا لعبتها أمام سانداونز لعبتها أمام سان جورج الفرقة الوحيدة اللي قدرت تكسبها هي سان جورج رغم على فكرة لما تيجي تحسب وتبص الإحصائيات الـ 6 ما تشددول هتلاقي أنه الأهل يصنع فيهم كم فرص محققة كبير جدا لكنه فشل في ترجمة سواء سيطرته أو خطرته لأرقام تمكنه من التأهل للأدوار اللي بعد كده الأهم هو بطولة الشامبيونز ليج إزاي تتحرك عليها وخصوصا أنك انت تقريبا ما عندك شوقت والبطولة هتبدأ يوم 25 تعالوا نشوف جدول مطشاط الأهلي من هنا لغاية بطولة كاس العالم بعد انتهاء فترة التوقف أو بعد الأجندة الدولية الأهلي إن شاء الله بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عندنا اتنين محترفين سفروا طبعا بيرسيتاو وآليو تزينج عشان ينضموا لمنتخباتهم جنوب وفقيا ومالي الأهلي بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية أو مباريات منتخب مصر هيكون عنده ميدياما الغاني في بداية دور المجموعات في دوري الأبطال يوم 25 نوفمبر لأول مباراة للأهلي ثم يلتقي مع اسموحة يوم 28 نوفمبر في الدوري ويروح ليانج أفريكنز التنزاني يقبل يوم 2 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا ثم الأهلي وزد 6 ديسمبر في الدوري المصري بعد كده الرحلة إلى السعودية هيبقى فيه طبعا المباراة الافتتاحية بين أوكلين سيتي وبين اتحاد جدة والفائز منهم هيتأهل لمواجهة الأهلي يوم 15 ديسمبر أنا بكلمك تقريبا في فترة شهر السمة الغالبة أو السمة العامة أنه الأهلي مش في أفضل حالاته مرغم أنه سيزن ده كل المعطيات والمقدمات كانت بتقول أنه هو أفضل سيزن من حيث البدايات على مستوى التعاقدات على مستوى الراحة السلبية على مستوى معسكر إعداد اللي حصل في النمسا وعلى مستوى القيادة الفنية المارسل كولر اللي قدمت موسم أول ناجح جدا في ظروف صعبة جدا فمع تحسن الظروف والمعطيات كان مفترض الموسم ده يبقى أنجح لكن الهزة اللي يمكن حصلت في خسارة سوبر إفريقيا ثم بعد كده الخروج من الدولي الأفريقي تحتاج بالتأكيد بالتأكيد لمراجعة حسابات وخصوصا أنه على المستوى المحلي حتش يقدر ينكر أنه الأهلي عانى على مستوى مباراة سيراميكا وعانى على مستوى مباراة الجونة فكيرف الأداء بيقول أنه الأهلي مش في أفضل حالته هل القصة ليه علاقة بالروتيشن هل الروتيشن وعملية التدوير ممكن تكون سلاح زوحة الدين زي ما بنقول أنها فرصة أنك أنت ترايح ترايح لعيبة كتير وتخلي رجلين لسكواد كله في الملعب طول الوقت وجاهز فبالتالي كله يبقى جاهز في أي وقت تحتاجه ولا هل دي ممكن تكون ليها أثر عكسي بالسلب على أداء الفريق وده اللي يمكن ناس كتير تكلمت فيه الحقيقة بعد التشكيل اللي بدأ بين مستر كولر مباراة الجونة الأخيرة التشكيل كان فيه كتير من علامات الاستفهام وحتى التشكيل مش بس التشكيل حتى بعض الأسماء اللي غابت والناس كلها مثلا بتسأل على لاعب زي كريستو وهو لاعب محترف افترض أنه لما فريق أو نادي بيشوف لاعب ممكن يمثل إضافة للاسكواد بتاعه وخصوصا لو كان لاعب أجنبي مش بكلم عن لاعب محلي لاعب محلي دي قصة سهل قوي لكن ما تكلم عن لاعب محترف شفتوا أنه ممكن يكون فرصة ليا أن أنا أستثمر فيه وكسب منه على المستوى الفني وعلى المستوى المالي كلام طبعا على لاعب زي كريستو إمتى ممكن ياخد فرصة لو ما خدش فرصة وسط الأسماء اللي ظهرت في مباراة الجونة هل تراجع الفريق على المستوى الفردي أو تراجع بعض اللاعبين فرديا مستوى الفردي أثر على الشكل الجماعي ولا حالة التراجع دي جماعية إزاي ممكن تتعامل مع ده في فترة توقف سلبي راحة سلبية لمدة أسبوع بالتأكيد طبعا ميستر كولر موزع على لعبة قايمة بالإرشادات وبالتعليمات والراجل يمكن أعلن حتى أنه هيستغل الفترة دي لدراسة فريق مديامة الغاني اللي احنا هنقابله إن شاء الله يوم 25 ولكن في النهاية عامل الوقت بالتأكيد أبدا مش في صلحة كلها سئلة كتير بتدور في عقول الأهلوية ومش عايز أقول في حالة قلق مقدرش أقول عليها قلق لأنه نقدر بإذن الله الأهل يقدر يستعيد قدراته بإذن الله إن شاء الله نتمنى فأعرف فرصة ممكنة لكن الأهم هو أن احنا نبص على اللي جاي قدامنا ونركز عليه فاصل ونرجع نشوف أهم أخبارنا النهاردة عملتم اللي عليكم وإن كنا نطمح دائما للأفضل الكلام على عملقة الهاندبول في النادي الأهلي اللي حصلوا النهاردة على المركز الخامس في بطولة العالم للأنديكس العالم طبعا للهاندبول بطولة السوبر جلوب لكورت اليد وده طبعا على حساب فريق الخليج السعودي المباراة انتهت مباراة مراثونية يعني وفيها الحياة تتخلى لها كمان ريمون تادة أهلوية واستمرت الإصارة لغاية الثواني الأخيرة لغاية لما انتهت المباراة بنتيجة التعادل 30-30 بين الأهلي والخليج ولجأوا لركلات الترجيح وانتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 5-4 فوز وزي ما قلت حالكم كان مهم جدا ونتيجة منطقية وطبيعية جدا نظرا طبعا لمشاركة الأهلي مع برشلونة وفريق برشلونة في هانبول واحد من أكبر فرق وأقوى فرق العالم صحيح يمكنهم ما تأهلش المباراة النهائية لكن في النهاية كان طبيعا أنك انت تخسر قدام البرسة البطولة دي بالمناسبة الأهلي حقق فيها المركز الخامس قبل كده تاني مرة الأهلي بحقق فيها المركز الخامس كان حقق قبل كده سنة 2015 كان رابع السنة اللي فاتت مربع دهبي فحقق المركز الرابع في نسخة 2022 والوصافة أو المركز التاني كانت اتحققت للنادي الأهلي سنة 2007 بمشاركة 12 فريق الحقيقة فيهم فرقة كبيرة جدا على مستوى العالم تحقيق المركز الخامس يعتبر إنجاز جيد وخصوصا أنه نظام البطولة أو الطريق لمنصة التتويج ما بيسمحش غير للفريق صاحب الصدارة بس في كل مجموعة للمنافسة على اللقب يعني المجموعة الأهلي كان فيها برشلونة والأهلي والنور صاحب المركز الأول بس هو اللي بيوصل للدور قبل النهائي ففي وجود برشلونة كانت فرصة الأهلي صعبة وإن كان الحقيقة ده برضو يعتبر مستوى تاني من نجاح أنك تكون الأول في المركز الأول على مستوى تواني الفرق اللي شاركت في بطولة كاس العالم أعتقد ده برضو إنجاز مرضي إلى حد كبير طيب النهاردة بالمناسبة قبل ما أدخل في أهم أخبار الأهلي وعايز أكلمكم على محترفيننا عايز أكلم طبعا لينا قصة مع منتخب مصر ولينا وقفة مع محمد صلاح تعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها إيه النهاردة صلاح هبدأ بصلاح اللي كان يمكن مباراته مع ليفر بول النهاردة يعني أنا في الثواني الأخيرة بدأت دخلت للستوديو عشان أستعد لبداية الحلقة فما عرفتش المباراة أنت كام لكن في الثواني الأخيرة المباراة المباراة 3-0 سكور 3-0 صالح ليفر بول على حساب برينتفولد سجل منهم صلاح حدفين وبالتالي على طول دخلت أشوف أخبار المنافسة على لقب الهداف لقيت أنه صلاح بالهدافين دور خاد مشوار كبير جدا وضغط على إيرلينج هالند إيرلينج هالند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف وبالهدافين اللي سجلهم صلاح النهاردة وصل للمركز الثاني برصيد 10 أهداف بفارق هدافين عن صن طبعا مهاجم طاطن هام اللي بيجي في المركز الثالث فأعتقد أنه صلاح السنة دي ناوي وإن شاء الله ربنا يعفقه ويكرمه ويدخل فيه منافسة مع مكينة الأهداف طبعا إيرلينج هالند كل التوفيق لنجمينة محمد صلاح نروح لأخبار الأهل أنا زي ما قلت لحضراتكم بعد مطش الجونة ميستر كولر قرر أنه يدي راحة سلبية للفريق لمدة أسبوع تستمر لمدة أسبوع بعد الأسبوع ده يرجع يستعد بقى لمرحلة دوري أبطال إفريقيا وخلال الأسبوع ده هو أي ممكن بيذاكر وبيحضر بشكل كبير جدا لمباراة ميديامة الغاني اللي هتكون صعبة 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 مطشوعة الأهل في دوري الأبطال السنة دي لن تكون بالسهل أبدا حتى الدور المجموعات اللي ممكن تكون مجموعة الأهل فيه نسبيا نسبيا يعني طبعا ما فيش حسابات في كورت القدم ما فيش أكبر محللي وخبراء كورت القدم مش ممكن يقولك أبدا نتيجة مباراة محسومة من قبل ما تبدأ وميزة ومتعة كورت القدم إنها تختلف عن كل الرياضات الثانية فإنه ما فيش نتيجة ممكن تكون متوقعة مسبقة في كل الرياضات الثانية الفوارق بتحسم لحد كبير جدا من قبل مباراة ما تبدأ ممكن تتوقع أو تقرأ مين اللي ممكن يكسب لكن في كورت القدم كل شيء وارد كل شيء وارد أقل فرقة في أي دوري ممكن تكسب الفريق صاحب الصدارة فريق زي جيرونا السندي يطلع من العدم ما كانش حد يسمع عنه أو يعرف اسم لعيب واحد بيلعب فيه يتصدر اللي جا في أسبانيا على حساب الريال وعلى حساب البرصة على حساب أتلتك وده جزء من حلوة كورت القدم ومتعتها فبالتالي ما فيش شيء أبدا مضمون لكن أنا بقولك من النهاردة أنه نسخة دوري الأبطال دي وخصوصا ما قبل الميركاتو إلى حد كبير جدا هيكون فيها إحنا طمعنا للأسف يعني مع المستوى أداءنا والفرق اللي هتذكرنا في دور المجموعات اللي بتنفس الأهلي في دور المجموعات واللي بتنفسه على التأهل لدور الثمانية أو دور الستاشر الأول هيكون عندها حالة طمع بعد المستوى اللي ظهر به الأهلي أفريقيا واللي يمكن يزود من ده كمان هو أرقام الأهلي محليا في الفتر الأخير فبالتالي من هنا اليوم 25 أنت حقيقي ميسر مارسل كولر قدام تحدي كبير تحدي كبير وتحدي صعب ومطالب فيه بحل لغة رتمات مستني جمهور النادي الأهلي حد تجاوبله عليها غياب التراجع المستوى الفني وصيبك من نتائج لأن نتائج أبدا ما بيكونش مقياس عند الجمهور صحيح مهم جدا مهم جدا حتى وانت في أسوأ حالاتك وانا قلت ده في البداية كويس أوي انك انت وانت في أسوأ حالاتك في غيرك وفي أسوأ حالاته بيبعنده نزيف نقاط بيخسر مباراة بيخسر اتنين وشوفنا ده بيخسر بطولات يعني إذا كنت بتتكلم على أنه في المرحلة دي أهم منافسي الأهلي بيرامدز والزمالك فالزمالك تعثر كم مرة خسر من Z خسر من MP بيرامدز حتى اللحظة بدون بطولة أو لقب وحيد وده يقولك يعني إيه فريق بطولة فبالتالي وانت مش في أفضل حالاتك قادر أنك انت تكمل الأهم منك انت توصل لأحسن حالتك بقى لأنه اللي جايه هيكون صعب جدا وزي ما قلت لكم ما حدث من إخفاقات على مستوى الدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي وهم بالنسبة للأهلي مش من حيث المستوى الصعوبة يعني أو من حيث قوة المنافسة وهم مش في المقام الأول خلينا نبقى متفقين أنه دوري أبطال أفريقيا وكاس عالم لأن دي مستوى المنافسة والصعوبة فيهم أصعب بكتير جدا من الدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي ده شيء مفهوش نقاش البطلتين أصعب بكتير جدا في مهوقات فبالتالي استعدادك ليه ومستعدة مستوىك مع وجود طبعا مركاتو شتوي قبل المرحلة الحسابة من دوري الأبطال هيكون في منتهى الأهمية النهاردة طبعا بيسافر ثنائي الأهلي المحترف بيرسيتاو الجنوب الأفريقي وقالي الزنج المالي غادروا النهاردة القاهرة صباحا عشان يشاركوا أو ينضموا بقى لمنتخبات بلدهم في مباريات الأجندة الدولية الاتنين تلقوا استدعات من منتخبات بلدهم جنوب أفريقيا ومالي وبالتالي الجهاز الفني للفريق قد لعيبة الأهلي كلها راحة باستثناء طبعا الدوليين اللي هلعبوا مع منتخب مصر عندنا معاجهة جيبوتي يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله انتلقت مشوارنا في تصفيات كلاس العالم وبعدها بتلات ايام 19 تحديدا هنلعب مع سيراليون خارج مصر فنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر في المباراتين وهنتكلم فيه من النهاردة وهذا أكلمكم كمان في اختيرات بيكالي لمعسكر منتخب الأوليمبي لشهر نوفمبر الحقيقة يمكن فيه أسماء غابت فيه أسماء انضمت طبعا زي ما اتكلمنا من أجندة الأهلي تحديدا بعد المطشين دول هيكون أول حاجة لنا إن شاء الله 25 مع عامة ياما نروح لمنتخبنا الأوليمبي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي اختار قائمة المنتخب إن شاء الله اللي بتستعد لمعسكر نوفمبر في الفترة هتمتد أو هتبدأ من 13 لغاية يوم 21 من شهر نوفمبر وطبعا كل ده في إطار برنامج المنتخب الأوليمبي للسعداد لأوليمبيات باريس 20-24 اللي هتتلعب إن شاء الله هتبدأ في شهر 6 السنة اللي جاي حدث المرمى اختار حمزة علاء علي الجبري محمد أحمد سيحة ومحمد نديم خط الدفاع محمد أشرف محمد طارق حسام عبد المجيد كريم الدبيس محمد حمدي أحمد محمود أحمد حسام محمد مغربي وأحمد عيد وعمر فايد خط النص محمود صابر أحمد عاطف قطة مصطفى سعد ميسي أحمد دميل كوكا زياد فرج أحمد فوزي أحمد ندر حواش عمر ممدوح وليد علي فرج محمد شحاتة ومصطفى أشرف أما خط الهجوم فاختار ليه أسامة فيصل حسام أشرف وبلال مصر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي اللي بنعقد عليه أمال كبيرة جدا في أولمبياد باريس إن شاء الله واصيف أفريقيا حقيق لكن بإذن الله في ظروف مختلفة كان ممكن جدا يبقى الأعرب للقب البطولة لكن الأهم من بطولة أفريقيا بالنسبة لنا هو أن احنا نحرز ميداليا أولمبيا حيكون الحقيقة كبير جدا يكتبوا الجيل ده وكلنا ستقى إن شاء الله مع روجير وميكال إن احنا نقدر نعمل ده زي ما بدأت مع صلاح أخذكم في آخر أخبارنا اللي خبرتاني برضو عن صلاح صلاح كان لسنين طويلة هو الأسرع الأسرع خدوا بالكم والأرقام والحسابات مهمة جدا في طبعا دي صورة صلاح مع نجمة ليفر بول الجديد سابوسلاي واحد من اللعيبة اللي تقلقت بشدة الموسم ده لكن خليني أقولكم إنه صلاح لموسم كتير كان هو اللقب يعني بيحرز لقب الأسرع في ليفر بول أعلى معدل وصل لي صلاح كان 36.6 كم في الساعة ويمكن باستستاء الموسم الأخير بس الموسم الأخير ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي كان داروين نونيز هو مهاجم طبعا ليفر بول اللي جاي من بنفكة البرتغالي اللي خد لقب الأسرع صحيح ما وصلش رقم صلاح لكنه كان أسرع رقم تحقق الموسم الأخير 36.530 كم في الساعة يعني أقل من رقم صلاح لو وصله عبل كده بس صلاح يمكن عشان تغيير طريقة اللعب ما قدرش يكسر الرقم اللي كان حقا عب لكده وبالتالي كان داروين نونيز هو أسرع لعيب ليفر بول في الموسم الأخير السنة دي صوبو سلاي صوبو سلاي ودي كان برضو مفاجأة زي من داروين نونيز كان مفاجأة بالنسبة لي أن سوبو سلاي الحقيقة يكون أسرع لعب وطبعا ده لعب منتقل حديثا يعني للمشمتابعين أو الدولة الإنجليزي صفقة واحدة من الصفقات المهمة جدا لليفر بول السنة دي جيمل ليبزيج الألماني وقدر يوصل ل36.7 كم في الساعة عشان يكون الأسرع في ليفر بول كانت معلومة لطيفة بس كده حبيت أقول لكم الناس ازاي بتشتغل على قصة الأرقام دي لكن في النهاية يبقى صلاحة والأكثر تأثيرا بصرف النظر عن قصة السرعات والأرقام الأكثر تأثيرا مع ليفر بول وخصوصا مع تقلقه على مستوى التهديف السنة دي زي ما قلت لكم عشر أهداف في المركز الثاني في الهدفين يفصلوا هدف وحيد عن إيرلينج هولند كلامنا بقى عن اللي جاي بالتفصيل مع نجمينا النهاردة في السادسة وضفنا الكابتن أشرف ممدوح لكن بعد الفصل طيب أنا هبدأ الكلام اللي قلته في بداية الحلقة وهو أنه اللي جاي صعب واللي جاي محتاج تكاتف الجميع لعبين جاس فني إدارة وبالتأكيد قبل كل دول جمهور النادي الأهلي لأنه الموسم أصبح أو خريطة الموسم أصبحت معقدة وعلى مستوى لألقاب البطولات الأهلي ما قدموهش غير دوري أبطال أفريقيا اللي بتوقع أن النسخة دي تكون في منتهى الصعوبة على رغم منه نسبيا يعني ممكن تقول أنه دور المجموعات سهل لكن حتى لو الأهلي نجح وبإذن الله يقدر يعمل ده حتى هو مش في أحسن حالاته أنه يوصل للأدوان الإقصائية أنا أعتقد أنه النسخة دي هتكون أصعب نسخة على الجيل ده تحديدا اللي تعود أنه يوصل لكل النهائيات في الأربع سنين الأخيرة لكن النسخة دي مختلفة وغير باختصار شديد جدا وعشان أدخل في الموضوع الأهلي في آخر ماتشاطه على مستوى الدوري على مستوى السوبر ليج أو الدوري الأفريقي افتقد لكثير من عوامل نجاحه وهنا الحقيقة بقت في أسئلة كثيرة الناس بتحاول تسأل عليها هل قصة قصة مارسل كولر هل يحاسب مارسل كولر على الفطورة هل هو يتحمى المسؤولية ولا تراجع على المستوى الفردي لبعض العناصر اللي كانت متقلقة وكانت سبب في نجاح كولر في أول موسم لي ولا تراجع على المستوى الجماعي ولا هي قصة الروتيشن اللي ممكن زي ما قلت لكم تبقى سلاح زو حدين الأهم أنه الفاصل الزمني بين مشوار الأهلي في إفريقيا وبطولة كاس العالم ديق وقليل جدا وده اللي هتكلم فيه أو هبدأ فيه كلامي مع ضيفي ونجمي النهاردة كابتن أشرف ممدوح اللي بشرفني فيه السادسة مش بعد غيابة قوي بس وحشتنا ومساء الخير وأهلا وسهلا بيك أشرف مساء الخير يا أحمد ودايما أنت عارف أني بتشرف بوجوده معاك وعلى شاشة قناتنا طبعا قناة النادي الأهلي تنور الدنيا دايما ربنا يخليك أنا كنت بتكلم في البداية على الفضلين الموسم ده كاس وصلنا لنهائي البطولة فيه أمام بيرامدز الزمالك وهسألك سؤال على فكرة قبل ما بدأ ندخل في الأهلي تمام وأمامنا بطولة دوري صحيح كان فيه تعادل مخايب للأمال أمام الجونة لكنه منحنا صدرت البطولة ولينا مباراة معجلة والأهم طبعا هو دوري أبطال إفريقيا بكلمة على البطولات المفترضة أن إن شاء الله نقدر نحق على القبع وطبعا بالتأكيد كاس العالم وإن كنت يعني مستبعد فكرة حصول أهلي على اللقب لكن أتمنى أنه الأهلي ينافس طبعا على اللقب ويوصل على الأهل للمباراة النهائية وأنت بتتفرج على هبدأ بالكاس وأنت بتتفرج على الزمالك وبرمتز كان ليك ميول هنا أو هنا لا الحياة ما كانش ليه ميول بس استمتعت بالمباراة يعني كانت مباراة مفتوحة جدا والفرقتين حقيقة عملوا جيم كويس بعد المباراة ما حاستش أن فيه كتير أهلوية كان نفسهم الزمالك هو اللي يوصل حسيت كده أهو حسيت كده وشفته على سورشال مينيا جدا ينجح في الكثيرون يعني الحقيقة يعني مش عارف ليه لكن هو دايما أحيانا لما يبقى عندك ميول أو بتشجع فريق معين دايما بتروح للفريق اللي انت حاسس أنه أقل شوية أو أضعف شوية نسبيا يعني فالزمالك كان شوية في المباراة دي أقل من من بيرامدز فأعتقد أن فيه ناس كتيرا كانت يعني حاسة أنه ممكن الزمالك أو شايف ولا كان جمهور الأهلي نفسه أنه الأهلي قابل الزمالك في الفعيل بقى لنا كتير ما قابلناش الزمالك ومباراتنا معا بتبقى ممتعة ومباراتنا كمان مع بيرامدز حلوة لكن على مستوى المحلي ما حصل أنا يعني أنا عارف أنه في كل مرحلة من المراحل حتى من زمان قوي يعني كان فيه فترة فترات مثلا كان بيقولوا الترسانة بين نفس الأهلي والزمان فيه فترة أنا عشتها وشفتها الإسماعيلي كان بين نفس الأهلي والزمان بسما كنت تسأل الأهلوية مثلا مطش الزمالك والإسماعيلي هتشجع مين أو تتمنى مين يكسى بيقولك أتمنى الاتنين يخساروا يعني بهم؟ أنا عايز الاتنين يخساروا لكن ما حصلتش يعني بالنسبة لي كان يعني وخصوصا أنها دخلت بعد كده جريبا تلاقي جمهور الأهلي عايز زمالك عايز توجه زمالك أهلوية كتير جدا على صفحات زمالكوية بيهنوا الزمالك فاستغربت بصراحة الحالة يعني؟ يعني أنا شايف أن المباراة فعلا كانت ممتعة وكانت حلوة ومفتوحة جيد مفتوح جدا جدا واللعابين يعني كانوا مستوى عالي جدا رغم أن في النهاية أو في نهاية المباراة كان اليقى البدنية معدلات اليقى البدنية أقلت شوية لكن حقيقة كانت مباراة مميزة جدا بالنسبة لنا يعني مش فارق بيراميدز أو الزمالك مش هتفرق كتير لكن إن شاء الله أن الأهل يقدر يحسم البطولة دي بإذن الله تعالى في نهاية الكيز بإذن الله طيب خليني أخذك لتقييم سريع كده إحنا غبنا في ماتشين ماتش سيراميكا وماتش الجونة سيراميكا فوز بشبق الأنفس بضربة قضية جديدة صحيح وجونة عادل أوصفه بأنه مخايب للأمال لأنه كان الأهل مفترض أنه يحقق فوز سهل واحدة من المباراة خصوصا أنها المرحلة الأخيرة قبل تعقف هترجع فيه على مواجهات صعبة في أفريقيا تقييمك للأهل في الماتشين دول إجمالا يعني طب تخلينا نرجع شوية يعني تقييمنا للأهل للفترات اللي فاتت أو من بداية الموسم ما كانش عندي شك أنا وإنت هنا تحديدا أن الموسم ده بداية يعني أعتقد أنها كانت ممكن تبقى الأفضل لنداء اللي من فترات طويلة جدا لأنه إحنا بتدينا الموسم في أفضل حالتنا معنويا سكواد رائع جدا مركاته قوي مركاته قوي مدير فني مستقر بطولات علامة كاملة مجلس إدارة مفيش أفضل من كده في التدعيم جمهور ملتف حواليك وراضي تماما عن اللي قدمتم في الموسم اللي فات وبالتالي حل معنويا كمان حتى اللعبين كانت جيدة جدا يعني كان عندنا أمل كبير جدا نادلالي الموسم ده تحديدا يبتدي حتى على مستوى الراحات يا أحمد احنا تكلمنا أن نادلالي يعني خد فترة راحة جيدة وعملت أول مرة من سنين طويلة تعمل معسكر خارجي فالمفترض يعني أنه كانت البداية بأفضل غاب عنك التوفيق وغاب عنك شوية مستوى الأداء في السوبر ثم في الدور الأفريقي بطولة الدوري هي المشكلة خلي بالك فين الجمهور مش قلقان من بطولة الدوري مشكلة أن داخل على بطولات كبيرة جدا زي ما أنت تفضلت وقلت سواء دور عبطال أفريقيا أو الكاس العالم أندية وبالتالي جمهور الأهلي مش قلقان في الدوري لأن الدوري معترك طويل جدا ده ظني أنا في تقديري أنا أنه الأهلي لو كسب الدوري والكاس وحتى كسب السوبر المصري ومحققش تشامبيونز ليج ومحققش نجاح في كاس العالم أندية الجمهور هيحس أن الموسم لنسيان بالضبط يعني أن الموسم ده حقق ناشي حاجة تخيل أنت بقى أن أنت وصلت معاك معاك جمهورك لهذه المرحلة أنك حتى لو حققت البطولات المحلية كاملة جمهورك مش حيب أراضي لأنه تعود خلاص منك على مش مش حيب أراضي بس مش حيب أراضي مش حيب أراضي لا خليني أقولك صراحة مش حيب أراضي أبدا بأقل من اللي أنت وصلت له لأن أنت وصلت لمراحل وليفل مختلف جدا أنت خلاص بقيت عودت جمهورك أنت عدت سبع سنين مثلا يعني قد يقول قائر يعني أنت عدت سبع سنين مش قدرت حقق بطولة أفريقيا صحيح لكن خلاص رجعت ورجعت بهذا السكواد يعني أنت زودت خلي بالك مش كتير مش عدد كبير من اللعبين أضيف للسكواد النادي الأهلي الفترات اللي فاتت أنت دخلت مثلا خمس ست لعبين على السكواد اللي حصل على بطولة أفريقيا ثلاث مرات اللي فاتوا فأنت بتتكلم في أنه هذا السكواد وهلقي اللعبين تعودنا منهم على أداء مختلف فين المشكلة بقى؟ ممكن أسألك سؤال في حالة هذه يمكن ده ممكن يبقى جزء المشكلة يعني لما بيقول حالة التشبع بجد أنه اللعب يفضل يلعب زي زي الروبوت زي الإنسان الآلي ويحقق كل الألقاب ويحقق كل بطولات يعني ممكن يجي فقط ملعبات خاصة ومتبقىش ومفيش حاجة مشجعة اسمح لاختلف معيك الحالة دي عمرها ما حصلت في النادي الأهلي يعني على مدار تاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي ممكن يوصل أنه يحقق البطولات الأفريقية والقرية والمحلية السبعة تامن مواسم متتالية ما تحسش بحالة الإشباع دي عند اللعبين لأن فيه تجديد للدوافع دائم عند النادي الأهلي وعند لعبته غرفة ملابس النادي الأهلي مختلفة عن أي غرفة ملابس في العالم أنا واصق من ده عن أي غرفة ملابس في العالم فيه دايما تجديد للدوافع وفيه أمور مختلفة بتحصل جواه لكن أنا شايف أنه المشكلة فنية بمعنى أنه ميستر كولر أعتقد أعتقد يعني من وجهة نظر الفنية المتوضعة أنه شوية شايف أن السكواد اللي موجود يقدر يلعب بأي تشكيل فكر في حلقة من الحلقات اتكلمت أنا وإنت عن الانسجام والتناغم مين يلعب مع مين كان ده سؤالك فكر فكر السؤال ده كلمنا مين المجموعات اللي تقدر بس لنا جبهات وقلنا مين آه تقديلك بالشكل المطلوب على الأقل 90-95% من الأداء التكتيكي والخطط المطلوب منك أعتقد أن ميستر كولر شوية مش يعني حصل له غرور في الحتة دي لجن هو عنده ثقة كاملة أن الجميع يقدر يؤدي بنفس الشكل لكن قال لي بالك الروتيشن أو عملية التدوير شوية دايما بينشيط بيها ودائما بنقول أنه بيعملها بشكل جيد لكن مش في كل الأوقات بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن أنا عندي النهاردة 5-6 بطولات بيشارك فيها الناد لعلي ممكن التدوير يبقى في البطولات مش بس في المباراة لكن صعب قوي في بداية الموسم ويكون عندي 3 بطولات بشارك فيهم النهاردة يعني السوبر الأفريقي أو الدور الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا هبتدي ودوري المصري وكمان كان عندي بطولة كاس سوبر الأفريقي التدوير دا ما ينفعش يكون بهذا الكم من اللعبين ليه؟ لأنه عملية الانسجام لازم تكون متواجدة من بداية الموسم يكون عندي شكل وطريقة لعب الكل يتعود عليها صحيح أنا عندي مجموعة كويسة جدا من اللعبين وكلهم يقدروا يؤدوا نفس الدور لكن لازم يكون عندي ثبات في التشكيل على الأقل في البداية ما قدرش أغير 7-8 لعبين نحمد كل مباراة يعني أنت متخيل للمباراة المقاولين مثلا لمباراة سيراميكا أنا غيرت 5 لعبين من سيراميكا للجونة أنا 8 لعبين متخيل أن أنت بتلعب بفرقة تانية مختلفة صحيح بنقول أن لعبة تقدر تقدي لكن مش وإنت في بداية موسم ولسا الطريقة لعبة ما تشبعتش بها بس بالشكل الكبير بغيب عنك التوفيق وده واضح من بداية الموسم لو إحنا في مباراة سانداونز مثلا كانت الأمور مشت زي ما إحنا عايزين وكانت الأهداف إدنا نحققها في بداية الشوت الأول والبنالتي تم وإدنا نفوذ بالمباراة دي كان التوفيق موجود تفتكر لو نتاج اختلفت لو نتاج اختلفت كنت هتحس أن الدنيا تماما وأن الأهلي مش بيعا شوف فيه ناس كتيرا تعتقدها الأهلي لو كسب مبارا حماطش مثلا الجونة هل كنا هنقول إنه إحنا راحين لبطولة أفريقيا إحنا متطمنين والأهلي كويس؟ فنيا لا لكن أنا بكلمك على جمهور نادي الأهلي بيشوفوا الأمور إزاي بيشوفوا الأمور إنك مع تحرية النتيجة بيحس إنه النادي الأهلي ماشي بشكل جيد لكن فنيا لو بصيت فنيا أنا بكلمك على طريقة أداء النادي الأهلي وفنيا داخل الملعب لا فيه مشكلة كبيرة جدا فيه اللعب الجماعي بعيد جدا طريقة لعبة النادي الأهلي اللي شفناها في الموز مودست كان اللقطة المضيئة مبارح بصراحة صحيح يعني هو بيحاول يعني خلال أقول إنه بيحاول بيقول إنه السيراميكا والجونة شفنا مودست مختلف عن قبل كده شوي دي حقيق وأعتقد إنه حيجهز أكتر من كده وكل من يجهز أكتر ممكن نركز بقى على الصورة دي ممكن نركز على الصورة دي معليش نرجع فريمين تلاتة كده واللعيبة وقفة عشان الوشوش تبقى واضحة عايز أسأل لو ممكن نرجع تاني واللعيبة وقفة على البنش على الدكة برا عايز تشوف الأسماء اللي موجودة هتلاقي فرقة تانية ممكن تلعب عادي آه في فرقة تانية ما فيش مشكلة يعني أنا بقولك إنه ما فيش مشكلة إنه خلاص هو الرجل المقتنع إنه أي حد ممكن يبقى موجود في الملعب النهاردة في الحد عشر وأي حد ممكن يقعد دي أحيانا أسألك أسألت الناس ليه خالد عبدالفتاح ومش كريم الدبيس مثلا هذا الفريم تعالوا نبص مين برا على دكة خاصة كريم دبيس مران عطية كريم فؤاد أليو ديان فرسي تاو عبد المنعم عبد القادر يعني دي الفرق الأساسية مش كده يعني دي تقريبا الفرق الأساسية اللي بتشارك في المبارات اللي فاتت ولو هريح برسي تاو ليه مش ليه مش مش كريم فؤاد ولو مش هلعب بكريم فؤاد ومش هلعب ببرسي تاو في المبارزة دي إمتى أنا بقابل الجونة مع كامل احترامي لهم يعني إمتى ممكن أشوف العيب زي كريستو أنا بسأل كل الأسئلة اللي الجمهور بيسألها النهاردة أنا بشرك مودست لأن مودست من يعني من دمن اختياراتي أنه المميزات الكبيرة عنده أنه كرات العرضية مثلا هو خارج الـ 18 مش مش بالقوة اللي بتشوف فيها في تحركاته وفي أداءه وفي الجنب وفي التوقيتات في الهيدرز أو كرات العرضية أنا ليه ما ما بشركش كريم الدبيس يعني دي نقطة خليع فتاح مش هقديه للدور ده بشكل كبير وخصنا أن كريم زهر ومساك وعيس جدا ويحتاج ياخد ماتشات كمان ففي مشكلة كريستو كريستو فين يا جماعة أنا برضو دي علامة نقطة غريبة جدا جدا علامة استفهام على عدم الشرك كريستو لأنه فيه عملية تدوير كبيرة جدا وفي يعني وماتش معلش يعني ماتش المفروض أنه في المتناول ولا إيه مع كل ماتشات النادي الأهلي يعني أنت بتلعب الجونة اعترمنا الكامل لكل الفرق وصحيح للمستويات عالية جدا لكن انت بتلعب مقاولين وكان متزايل الجدول سراميك في ترتيب العشر أو الحداشر الجونة نفس الكلام فأنت بتلعب مع فرق برضو يعني ما قدتش بشكل يبهرك في بداية الدوري وحتى لو ضح صلى أحمد أنت على كل المستويات بتشرك أو بتعمل عملية التدوير دي وبتشرك كل اللعبين ففين كريستو الحقيقة أنا نفسي أشوفه لأن احنا شوفنا في مشكلة في عملية الرؤية يعني مثلا قندوسي خرج برا النادل متقلق وماشي بشكل جيد وإن شاء الله يكون في فرصة ويعود تاني كريستو مش عايزين نخسر هذا اللعب لأنه عنده إمكانيات كبيرة جدا وأتمنى أنه يتواجد وخلي بالك أنا بقول الكلام ده بقى لي كتير يعني أنا بقى لي سنتين بقول إن كريستو لازم ياخد فرصة لأنه عنده إمكانيات كبيرة جدا وشوفنا معنادي لأنه عنده تخذ تونس يعني مش أكلم بس عملية من الساحري يعني حتى لما شارك معنادي كان ماشي بشكل جيد يعني لعب تلتة مابورات مميز إنه قاعدة كده مدام مدام أنا لجأت الفكرة لعب أجنبي محترف يبقى بالتأكيد جبت كواليتي الاسكوار بتاعي بيفتقدها فبالتالي ما بفهمش أبدا فكرة إنه بقى في محترف عادة على الدكة أو محترف برق قايمة وهل ميستر كولر ما بيحبش يعني اللعب المهاري هل دي مشكلة عندنا في الندل آلي هل دي رؤيته مثلا لأنه أنا شايف يعني يعني كندوسي كان نفس المشكلة ما كانش بيشارك بشكل كبير رغم إمكانياته الكبيرة كريستو عنده نفس الإمكانيات المهارية وبرضه ما بيشاركش بشكل كبير أفشا في فترة من الفترات خلي بالك أفشا كان من ضمن اللعبين اللي ما بيشارك بشكل أساسي وشكل كبير مع ميستر كولر لأنه ما كانش بيقد الدور الدفاعي مع الدور الهجومي وبالتالي يعني أفشا بدأ يشارك لما بدأ يقد الدورين ده الجوم بتاع جوم جوم هايل ويوضح دي إمكانياته يعني الرجل عنده إمكانيات كبيرة جدا لكن محتاج يجهز أتمنى إن شاء الله أنه يجهز في أرب بفرصة أو أرب وقت معناد الأهلي لأنه أنت محتاج له جدا في الفترات اللي جاية في زل اللي كتلعب في بطولة أفريقيا في كاس العالم الأندية نهائي كاس مصر فالدوري كمان فأنت محتاج الحياة كل اللعبين يجهزوا بشكل كبير خاصة أن الكهرباء مش هيشارك بشكل كبير في الدوري فأنت محتاج موديست ومحتاج صلاح محسن إنه يكون عنده يعني أتمنى أن صلاح محسن حي يرجع بقوة لأنه بعيد شوية عن مستوى وبيشارك شارك في فترات ما استغلش الفرص اللي موجودة ولو فاكر برضو كنا تكلمنا في قصة صلاح محسن وقلنا أنه لازم يستغل الفرصة دي لأنه مش تكرر مرة تانية استغلال من ناحية الأسماء والتوقيت بتشوف استغلال كولور للدكة والأوراق اللي موجودة جنبه إزاي ممكن في مباراة خصوصاً لو طبقنا ده على مطش مباراة جديداً اللي كنت تلعب فيه مع المونة نقص نقص واحد ومع ذلك عجسف إنك أنت لو طبقناه على مباراة مباراة بس يعني عشان ناس تبقى فاكرة اتأخرت وما قدرتش ترجع بشكل قوي حتى بعد إشراك المجموعة المفترض إنها أساسية في الندل أهلي لكن في بعض المباراة تخلي بالك إن الفرق في بعض المدربين في الدوري خلاص بقاهم بيعرفوا شوية طريق لعب النادل ألاو يقفلوا أو يديقوا المساحات أو يعرفوا يلعبوا بطريقة معينة يعني خلوك تبعد شوية عن المساحات اللي كان مفاجئ من كولر في السنة أولى ما بقيتش خلاص مفاجئة دلوقات بقيت تقدر تقرأوا وتقفل بشكل معين بتديق المساحات بشكل معين بتقفل على لعبين معينين ومفاتيح اللعب داخل النادل أهلي وبالتالي بيبقى في صعوبة شوية في العودة مرة تانية علشان كده أنا بقولك الموضوع مشكلة فني لازم مثلا كل يكون عنده تبديلات وتغييرات وشوية أفكار مختلفة في الموسم القادر يعني السنة اللي فاتت كنا بنوشيد مثلا واحدة من الحاجات اللي أجمع عليها الناس كلها فكرة أنه في أسماء كتير داخل الفرقة اتطور مستواها مع مرسل كولر صحيح أو استعادة مستواها أو استعادة معرفة جدا من العبين صح العكس السنة دي فيه ناس كتير شايفة أنه فيه دروب فيه دروب على المستوا الفردي عند كتير من الأسماء مش هقول أسماء طبعا لكن لأنهم كلهم نجوم وكلهم قدروا يرجعوا بسرعة وكلنا خلينا يبقى متفقين أنه احنا محتاجين محتاجينهم يرجعوا بسرعة لأنه ورجوحهم يفرق معنا كتير لكن دي برضو واحدة من علامات الاستفاهم على المستوى الفردي فيه أسماء كتيرة محتاجة تقعد محتاجة تراجع نفسها محتاجة شغل من مستر كولر يعني معرفش أنت شايفها ازاي ويعني كنت دي سأقول لك النقطة دي أنه على المستوى الفردي والجماعة فيه تراجع شوية يعني فيه بعض اللعبين الموسمين اللي فاتوا فرقوا بشكل كبير جدا في النادي الآلي خاصة في الخط الهجومي يعني الكلام على بيرستاو على حسين الشحات على كهربا على أفشا على حتى التطوير أو التطور اللي حصل في وسط الملعب من ديانجو من موروان عطية ومن السولية إن شاء الله يرجع بالسلامة كان وحمد فاتحي طبعا قبل ما يمشي يعني كان فيه تطوير في الشكل والأداء الجماعي والفردي اللي عابين بشكل غير طبيعي فرق كتير جدا جدا سواء في المستوى المباراة المحلية أو الأفريقية وده اللي قدر النادي الأهلي إنه يطور من خلاله خاصة بعد إن اللعبين فاء وبشكل كبير قدر يطور بالشكل الجماعي وشوفنا كرة حلوة جدا للنادي الأهلي وقدر إنه يحقق العلام الكاملة الموسمي اللي فات واللي قبل طبعا حقق كهس أفريقيا المشكلة بقى فين في الدروب ده إنك تقدر ترجع العيبة دي ازاي دي مشكلة فنية وإمتى وإمتى قبل ازاي حتى لو أنت عندك إجابة إزاي هو السؤال إمتى لأنه الوقت دا يجد الوقت دا يجد أنت رجع بعد الأجندة الدولية بعد مطشط منتخبنا إن شاء الله في بداية مشوار كسر العالم رجع على مدياما الغني 25 سموحة 28 يانجا أفريكانز التنزاني زاد أربع مواجهات تسبق مواجهة الأهلي في بداية مشوار في كسر العالم اللي هتكون مع الفائز يعني من أوكلن سيتي واتحاد جدي أربع مواجهات صعبين والفارق الزمني بين كل مباراة تانية دايق جدا وخصوصا مع غياب لعابتك الدولية وخصوصا مع الراحة السلبية تتكلم على راحة السلبية أسبوع فشنتابج كل أنت بتقول عليه ده تشتغل فردي وتشتغل جماعي محتاج وقت كبير جدا محتاج مجهود كبير جدا زي ما بنقول دايما إن العملية دي ما بتنجحش من غير ما يكون فيه شغل جماعي واحدهم مجلس الإدارة الواحد ولا الموضوع مكتمل لازم يكون فيه طالما بنتكلم على نجاح منظومة بشكل جماعي لازم كمال لما تتكلم على أنك تقدر ترجع مرة تانية لازم يكون الأداء بشكل جماعي لازم اللعبين يبقى عندهم إحساس بقوة جدا وتجديد الدوافع مرة تانية لازم اللعبين الكبير يشتغلوا على ده وبشكل فردي وبشكل جماعي عشان تقدر ترجع بسرعة وبشكل كبير ووسع على الفرقة فرقت بشكل كبير جدا في الأداء والنتائج لما تيجي تشتغل مع سكواد الأهلي في الوقت ده رتب لي كده أولوياتك البدني ولا النفسي ولا المهاري ولا تكتيكي لا النفسي أولا لازم يبقى عندك تجديد للدوافع مرة تانية لأنه نقطة مهمة جدا اللي تكلمتي فيها يا أحمد رغم أنها ما تبقاش موجودة في النادي الأهلي لكن وارد وارد أن يكون في بعض اللاعبين حاسوا أنهم عملوا كل حاجة فمحتاجين دايما تذكير وتجديد للدوافع مرة تانية البدني أعتقد مهمة جدا الفترة دي ولو فاكر برضو أنا تكلمت معك كتير جدا هلسك في الأول يا عشر أه أنا معك هلسك في الأول يا عشر أنا معك جدا لكن احنا أشدنا بشكل كبير جدا وعلى مدار سنتين تلاتة بالعامل البدني والمعد البدني في النادي الأهلي إزاي دايما اللاعبين جاهزين حتى اللي بعيد ما بيشاركش إزاي بيبقى جاهز وبالتالي الموضوع البدني مهم جدا أنك تقدر في فترات الراحة المش جاهز يقدر يرجع المصاب يقدر يبقى جاهز الناس اللي عندها مشكلة جميلة جدا في الأنهاب في وقت ولاية جدا يعني أنت بتتكلم في وقت ولاية احنا بدنا في تسعة صح احنا تسعة عشر واحنا في أول شهرين شهرين في راحة سلبية في نهاية الموسم الأخير وبعدين المعسكر وفيه تعقف دا وليخد فيه لعابة الأهلي يرحب عرضه حوالي أسبوع وده تاني أسبوع تعليما أنت ما عندكش مشكلة بدنية أنا أكلمك على التجهيز لبعض اللاعبين اللي لسه مجهزوش بشكل كبير ما عندكش إرهاق ودي نقطة احنا دايما بنتكلم في مشكلة في النادي الأهلي وهي الإرهاق البدني إنك دايما عندك إرهاق بدني وزهني في الثلاثة أربعة موسم اللي فيتو النهاردة الحمد لله ما فيش عندنا الإرهاق البدني دا بالعكس عندنا بعض اللاعبين ما استعدوش بشكل جيد أو ما عندهمش الجايزية الكاملة بدنيا وفنيا وزهنيا لسه ما استعدوش لياقتهم الكاملة بدنيا وفنيا وزهنيا وبالتالي لازم تشتغل على دا الفترة اللي جاية طبعا الشغل الجماعي بقى مستر كولر والجهز الفني كب تسمى مصانو الجهز الفني اللقات اللي كانت موجودة الجباهات اللي كانت موجودة خلي بالك فيه شغل مرحلة اللي جاة دي مرحلة تسبيت تشكيل ولا مرحلة روتش أنا رأيي تسبيت تشكيل بشكل كبير جدا ولازم يرجع لده مرة تانية لأنه ما عندكش حل تاني عملية التدوير بسرعة كبيرة وفي مباريات ومتتالية بتعمل مشكلة كبيرة يعني يعني لازم يكون عندي على الأقل في البداية احنا ما عندناش إرهاق كبير لسه ومشكلة الدوري طويل جدا جدا لسه بدري وعندي خمس ست بطولات أنا ممكن أعمل التدوير ده في بعض في البطولات مش لازم في كل مباراة الدوري ممكن يكون التدوير في لعب أو اثنين أو تلاتة بالكتير إنما سبع تامن لعبين كل مباراة حيبتعمل مشكلة كبيرة جدا في أدائك وفي شكلك وفي النواحة الخطاطية بتاعتك وفي التناغم والانسجام داخل الملحة طيب عندي أسئلة ملتبطة بكذا اسم محتاج تقييم أو تعليق منك سألي عليهم بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكلم نكمل كلامنا مع كابتن أشرف ممدون إيه قصة إن الفرصة في الأهلي غالق طب بكلم مع حد يعني في فترة قبل كده من حد مسؤول في الجهاز فاني النادي الأهلي وكت كت بسألهم مستغرب يعني إنه طبعا خليني أبقى التفقين إنه فرة الأهلي كلها نجوم ولما بييجي لعيب جديد في النادي الأهلي في سكوارد الأهلي سواء محلي أو حتى أجنبي بيبقى الناس من السنين تشوفه فممكن ييجي اللعيب ده ويبقى جاي منور قوي كان متقلق جدا سواء كنت بتلابعه برا مصر أو جوا مصر وتلاقيه قاعدة على الدكة مطش مطشين فبسأل يعني هو ليه ما بيلعبش ده نجمه وجاي مكسة للدنيا فقال لي أولا فرت الأهلي كلها نجوم ثانيا عشان ياخد الفرصة في الأهلي لازم يعرف إنها مش حاجة سهلة غالية لازم يعرف إن الفرصة دي غالية فلازم يتعب ويشتغل ويثبت إنه جديل بالفرصة عشان لما ياخدها يقدم فيها أفضل ما عنده ويحاول دايما يبقى حريص إنه ما يفرطش في الفرصة دي هل ده ممكن يا عشرة فيه يبقى جزء من سلبية التدويق فكرة إنك أنت عارف إن الفرصة جاي جاي أو إنك هتلعب هتلعب أو إنه بما إن إحنا ماشيين بالروتيشن فالمطش ده بتاع ده والمطش ده بتاع ده فتقلل شوية الدوافع اللي عندك أتليست حتى في التدريب إنك تطلع أفضل ما عندك بما إنه كله بيلعب فأنا هلعب أو الفرصة جاية كده كده ما بقتش صعبة زي الأول لما تجي لك أمسك فيها بيديك وسنانك وكأنك قريت أفكاري والله أنا كنت راجع من من التواقف ده أقول لك إنه فعلا العملية دي بتعمل شوية حالة تبلد أو الفرصة جاية جاية أو إنه عملة التدوير بتحصل بشكل كبير وشكل واسع وبالتالي هتجيلي هتجيلي لما تبقى الفرصة ندرة أو صعبة تبقى موجودة بتقوي المنافسة بتخليني أنا أطلع كل إمكانياتي وحاول أبزل أقصى ما عندي علشان أخذ الفرصة دي لكن طول ما الفرصة سهلة والتدوير سبع تمل لعبين كل مباراة يعني بتتكلم في أن الاسكواد كله ممكن يلعب في قلال أربع خمس ماتشات الفرصة سهلة فرصة متواجدة وإنت بتلعب في النادي الأهلي ممكن يعني تأدي مباراة فتفضل متواجد خلال الموسم فدي بتسهل الأمور جدا على اللعبة لكن أنا شايف أنه لازم يكون التدوير في حدود جدا ولازم يكون عندك سبال تشكيل صحيح أنت محتاج كل لعبين يبقوا متواجدين لكن المنافسة هي اللي هتخليهم موجودين منافسة في تمرين في أكل في شرب في التزام داخل الملعب وخارج الملعب المنافسة دي هي اللي هتخليهم موجودين طول ما هو حيسس أن الفرصة هتبقى سهلة وهتبقى متواجدة على طول لا أنا ممكن أكسل ممكن ما شدش حيل في التمرين بشكل كبير ممكن أهمل في حياتي برا لازم لازم ده نقطة مهمة جدا يا أحمد ومشكرك عليها ومشكرك أنك قارتها بسهولة لأن فعلا لازم اللي يعني يحس قد إيه أن الفرصة صعبة خاصة فريق زيناد لالي يعني ياخدها عشان يقدر يقدر يطلع كل اللي عنده عشان يقدر متواجد في الحداشر اللي بيلعب صحيح تخريبك أنتوني مودست وهل شايف أنه ممكن البناء على المستوى اللي قدموا في المطشين يعني أنا بقول أنهم طبعا مش المأمول أو المنتظر لمعادش ياخد مودست ويطلع به سبع سمة أنا عارف طبعا المنتظر من صفقة الأهلي في المركز ده من أول الموسم كتير جدا وصحيح مودست يمكن جه أو ظهر فأكتر من اللوقت بيينت شوية من إمكانياته في المطشين الأخرانيين السيراميكا والجونة لكن طبعا مش ده اللي احنا بنحلم بها واللي مستنينه وننتظر لكن هل ممكن ده أنت كنت مهاجم وتقدر تقرأ وبتبقى عارف قوي المهاجم لما بيكون بعيد يعني محتاج محتاج إيه عشان يرجع بصحيح نحن عندنا مشكلة مع مودست بسيطة لا خلاف إن مودست كان لعيب كبير جدا وإمكانياته كبيرة جدا لكن عندنا مشكلة مع مودست الآن عدم الجاهزية وإنك لو ضغط عشان تجاهز هاي هيبقى فيه مشكلة علشان معدلات البدنية ممكن ما قدرش هتحملها بشكل كبير عشان كده ميسر كولر بيديله على فترات متبعدة شوية لكن الإمكانيات موجودة هل هيقدر يجهز مودست بشكل كبير دي هكيرجع له هو هيقدر يجهز ويبقى يعني يقدر يلبي طموحات مجلس مجلس النادي الأهلي وجماهيره وفريق النادي الأهلي دي متوقفة عليه هو هل هيقدر ولا لا لكن أنا شايف أنه يعني طبعا ما قدرش أقول خامة جيدة ولا خامة سيئلة إن مودست إمكانياته معروفة للجميع لكن هو مش جاهز هي متوقفة عليزان بزان نفس الكلام بقوله على صلاح محسن لكن صلاح محسن يعني شكل مختلف صلاح محسن وعنده فرصة زهبية تكلمنا عليها ومش حتيجي تاني لو ما قدسش يستغلها مع النادي الأهلي الموسم ده أعتقد أن صلاح محسن مش حابه متواجد في النادي الأهلي على خلاص الآخر العمر يعني الرياضي يا أصد لكن كل لعب هو اللي بيقدر يحدد إمكانية التواجده في النادي الأهلي أعتقد أن الاتجاه في الفترات اللي جاء لازم يكون فيه مهاجم قوي يلبي طلبات أو طموحات النادي الأهلي نحن أجي لك في المركات وده لدي كلام كديل لأنه موضوع مختلف أنت أنت اللي فاضل اللي فاضل في النص الأولاني ما يقلقش يعني هو أصعب حاجة هتعدد عليك كاملة في النص الأولاني كس العالم العندية صحيح وخلينا نتفق أنه الأهلي مش مطلب بتحقيق لقب بطول الكس العالم العندية ولو قايا لو رجع لمستوى بالسكوات ده لا نقدر نحق يعني نقدر نحق إنجاز كويس نقدر نحق إنجاز كويس والله نقدر نحق إنجاز كويس ونحن عايزين أهلي يرجع لمستوى الطبيعي القديم نعمر الإهلي عايز نحق حاجة جديدة يعني 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 فكرة المركز التالت إحنا حقناها ثلاث مرات وده إنجاز عظيم وكل حاجة تابعا وفوق بالمناسبة يعني عشان نبقى منطقيين وعقائين هو فوق إمكانيات أي نادي في أفريقيا صحيح إنك تروح تنفس في كاسة عام فتجيب ميداليا برونزايا ده شيء عظيم يحسب لكل الأجيال اللي حقيت هل حققت مختلفة بقى يعني أنت عايز يعني لكن أول أنت نفسك تروح لنهائي بطولة وخصوصا إنه واحد إنه دي آخر بطولة بشكل ده اثنين إنه بطل أوروبا بيد عن سكتك فبالتالي ده نتمنى طبعا أنا متفق جدا مع أشرف الأهل يلاقوا فرماء وفي حالته مستوى العادي يقدر يوصل إن شاء الله للبطولة لكن لكن في النهاية يعني ما قد مكش غدار دوري أبطول الجزء الأول مقدور عليه دور المجموعات ممكن لقد در الله حصل دروب تعود لكن والسؤال في الأربع مواجهات دول إزاي تقدر تحضر أو هل تخدوا مع أنك أنت تحضر وتجرب لغاية لما توصل كاس العالم ولا التفكير في كاس العالم دلوقتي يعني يعني ما فيش حاجة أنت النادي الأهلي دايما بيلعب على كل البطولات وده وده أمر طبيعي وحتمي هل أنت شايف أنه ماتش ميديامة مثلا يعني الأهلي جاهز أنه يرجع في مستوى بعد فترة التوقف وبعد أجازة راحة سلبية على الأقل هترجع تدريجي لكن أنت زي ما قلت يا أحمد أنه دول المجموعات يعني شوية زي الدوري كده تقدر شوية تجمع نقاط تقدر ترجع مرة تانية لو حصل دروب خاصة أن المجموع بتاعتنا الحمد لله مش قوية بالشكل الكبير والله قوية وخديعة يعني يعني ينج أفريكنز تعرف أنه سيمبا بعد ما تعدل معنا ذهبا وعودا خسر من ينج أفريكنز بخمسة خسر صحيح خمسة مرحب تابعة المباراة ينج أفريكنز على فكرة مش فرقة مش فرقة سهلة بص النادي الأهلي لو في مستوى الطبيعي أنا ما بقيلهش من أي فرقة في أفريق تم إمان لو نادي الأهلي في مستوى الطبيعي الخاصة تبتقيلهش من أي حاجة أنا معاك فرصة للعودة معاك فده في المجموعات مش خلينا طب نحن تتكلم في الغاية كاس عالم الأدي المرحلة اللي جاي عشان بعد كده يبقى عندك فرصة مركات وقبل ما تروح للصعب في بطولة أفريقيا صحيح فأنت عندك فرصة جيدة الفترة اللي جاية زي ما كان عندنا فرصة جيدة الفترات اللي فاتت صحيح أنها كانت مضغوطة يعني الدول الأفريقي كان مضغوط جدا وبتلعب مع فرق المفترض أنها أقوى 8 فرق أو 7 فرق مع النادي الأهلي في أفريقيا مباراة السوبر أفريقيا يعني مباراة يعني أعتبرها النسيان شوية لأنه ما كناش في مستوانا الطبيعي لكن أنت تقدر عندك فرصة جيدة أنك تكمل الفترة اللي جاية للشهرين دول تقدر ترجع بمستوىك مرة تانية تقدر تحقق النتائج جيدة في دورة أبطال أفريقيا وتكمل في الدوري أنت لغاية النهاردة المتصدر الدوري رغم التعادل المبارح ما حصلش حاجة تبقى كويس السكواد اللي موجود مفيش أفضل من كده احنا بنيكلم بس في إن فيش أفضل من كده اي احنا كنا عايزين مهاجم أجهز يعني لو مودست في حالته خلاص انت مش محتاج حاجة تانية لكن مودست بعيد عن الجهزية إصابة ريدا سليم بالتأكيد هتفرق جدا جدا مع النادي الأهلي لأنه واحد من المتعلقين الفترة الفاتحة ودخل بسرعة جدا جدا مع النادي الأهلي شايف بعض اللاعبين لو فرقوا أو قدروا يرجعوا المستوهم الطبيعي أنا شايف ندل يلي بس أنت بإضافة للشكلات كمان كسبت يعني بشوف يعني المكاسب المرحلة اللي فاتت دي ما كانش حد مستني لكوكا ولا كريم دبيس صحيح مثلا يعني اسأل 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 أي حد قبل السيزم يبدأ كريم دبيس أخباره إيه أولك معرفوش كوكا كمان كوكا أخباره إيه وإسمين فاجئوني أنا شخصية لكن قدموا مستويات رائعة الحقيقة صحيح صحيح جدا واخدوا الثقة في وقت أوليال جدا من الجمهور وتقدر تقول أنه الاعتماد عليهم المستر كور كل الفترات اللي فاتت قدتهم ثقة كبيرة جدا يقدروا يكملوا بها إن شاء الله نهايت الموسم بشكل جيد والله يسأل في لسه قدي راجعني تاني على كريستو لأنه واضح أن الراجل مؤمن بالكواليتي مش بالإسم يعني حدش يختلف أنه مروان عطية وأليو ديانج في الحكتة دي بالنسبة للجمهور وبالنسبة للسيزن اللي فات خيار أول صحيح ففكرة أنه كوكا يعاد حد منهم ويلعب أساسي مش مباراة ده ماطش والتاني والتالت وفي مبارات قوية ومماطشات قوية ويظهر كمان بالمستوى ده وأنه الجمهور يبقى لما يشوف اسم كوكا يبقى مستغرب أو يعني تمام ونفس الحكاية كمان تنطبق على الدبيس ده معنا أن الراجل يقول لك ممكن نرهنا على حاجة برك كتالوج فبالتالي بالنسبة لي كان الأول يعني مش الأولى كان طبيعي ومنطقي يخد فرص صحيح هي دي النقطة اللي أقول لك علي هل كريستو مش قادر يقدي الدورين بالشكل المطلوب الدفاعي والهجومي زي ما ميسر كورو لأنه واضح جدا جدا أن ميسر كورو لعبة الحتة دي بشكل كبير يعني النهاردة نشوف طريقة لعبة أمس اختلفت مش عارف ليه دايما المدربين لا مش بس مرسل كولر لعبة مدربين كتير جدا بقوا يطلبوا ده لكن أنا بشوف مثلا أنه لعيب زي كيليا نمبابي لعيب زي جود بيلينجهام لعيب زي فيل فودن لا لعيبة مؤثرة جدا 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 هجومية مع الفريق فشل جدا في الأدوار الدفاعية ممكن ممكن في الفودن الحقيقة يمكن بيحاول فودن الحقيقة بيعمل لدورين بشكل كبير لكن لكن مبابي تقريبا مش موجود دفاعيا جود بيلينجهام يعني معش مؤثر في لعيبة في الملعب مش مطلوب منها مش مطلوب من الحداشر يعني كلهم يقدوا أدوار دفاعية فكرة سباشالي لما بتكون كمان في فريق متعود يهاجم طول الوقت يعني كورته هرمية طبعا لو في تسعين ديئة انت استحواز وضغط سبعين ديئة منهم فهبالتالي حتت أنه يعني الأدوار الدفاعية شوفوا فكر ولولا اختلاف الأفكار دي ما كماش هنستمتع بكرة خدمة احنا أهلي ماشي احنا وإيه المينع انك تقديد دورين ولكن بنسبة يعني نسبة أقل شوية دفاعية وإيه المينع انه ندي لعيب وجبات هجومية أكتر وإيه لعيب وجبات دفاعية أكتر ده بيحصل لكن يعني هو منعم بيأدي أدوار هجومية طول المباراة لا في أوقات معينة بس مش مطالب زي الجناحين يعني الجناحين اللي عندنا وخط الوسط أو تمانية انه يأدي لدور الدفاعي لأنه انت فيه فرق بتستحوز في وسط الملعب وده مش مطلوب أمامك وده من الدلقيل وشوفنا في بعض الفرق انك بتسيب شوية بعض الفرق في الدولة تحديدا يعني كنت بتسيب لهم شوية المساحة في وسط الملعب بتعمل مشكلة كبيرة للنادي العي إيه المانع ان اللعب اللي عندي يقدر 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 دورين خاصة لما شوفنا شوفنا برستا وقدر يقدر يقدر بشكل جيد وبيقدر الدور الهجومي رائع جدا رغم انه بيقدر دور دفاعي أفشا اتغير بنسبة كبيرة جدا جدا حسين الشاحات اتغير بشكل كبير بقيت بالشكل ده بيقدر دور دفاعي مع الدور الهجومي وده مفوش مانع ايه المانع بالعكس النادي العالي كل ما بتبقى جاهز بدنيين وفنيين وزهنين تقدر 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 دورين بشكل كبير وبيفرق كمان في النتائج انا شخصيا اتمنى اتمنى الحقيقة انه كولر حتى لو فيه حاجات طبعا هو قدرة وهو على عكس الجمهور انت بتتفرج على كريستو في مطش مع تونس بتتفرج عليه قبل كده مع النج حتى في مطشط الاهل اللي ظهر فيها بشكل كويس كان مميز جدا تقدر تتمنى من حقك تتمنى انك تشوف العيب زي كريستو في الملعب وتراهن عليه لكن القدرة وصاحب القرار هو مارسل كولر لكن انا اللي اتمنى انه حتى لو فيه بعض اوجه القصور عند كريستو انه يشتغل عليها لانها مسؤوليته برضو انه يقدر يشتغل عليها ويتطور بعيد بعيد جدا يعني عملية التدوير بالكم ده كريستو مش موجود ده لعنى انه فيه مشكلة هل هي مشكلة من اللاعب هل هي مشكلة نفسها ما بين مستر كولر وما بين كريستو هل الازمة انه مش جاهز طب انا اجهزه زي بعض اللاعبين الموجودين لانه ما عنديش حد في سكواد النادل اهني مش جاهز النهاردة لكن اتمنى كريستو برضو ديفيدز ادفوكات زي ما بيقوله فيه ممكن احد يقولك هو كريم ندفد جاهز كريم ندفد نزل اساسي هو مادست جاهز طريقة اللعبة مختلفة انا بس لا مادست لازم خلاص يشتغل عشان يجهز جاهز يعني كل دول خدوا في مطش رسمي ونزلوا اساسيين عشان يجهزوا فبالتالي ممكن مادست يعني اتمنى خليني أخذك للصعب بإذن الله بإذن الله نقدر نتعامل مع المرحلة ومع صعوبات واتمنى ان شاء الله مع العودة قدام ميدياما الغاني اللي برضو لسه ما اكتشفتوش خدوا بالك الفريق ده حديث العهد ما هواش من عتاولة غانا يعني لكن تجربته مشواره في البطولة الغانية يقول انه مش لقمة سائغة يعني صعيح هي ما عندوش خبرات أفريقية صريح واعتقد انه مشاركش غير قبل كده يمكن في الكوفيدراليا لسه ما شاركش دورة بترافريقية خلص لكن برضو من غانا لازم يعني تلق من الاسم بما انه غانا لكن اكيد هو بعيد جدا جدا عن المنافسة وعن حتى التواجد بشكل كبير يعني سان جورج لا لا فاهم قصدي يعني وبعدين مثلا الهلال مش فريق مصنف او مش فريق كبير افريقيا لكن دايما يتعبك بالزاد في مطش مطشات عرار سينبقى نفس الحكاية وحنا بقى عندنا عقدة شوية في دول المجموعات اللي أنا ما بقاش جاهز بشكل كبير أو النتائج ما بتبقاش رفض الحكاية لكن نقدر نعدي ده لكن الاصعب دايما هيبقى في نص التاني عشر طبعا الاصعب هيبقى في نص التاني ده حي حطت حطت امال عريضة على المركات وزي ما جمعين النادي الاهلي طبعا ما فيش خلاف يعني لازم يكون في تعقدات كبيرة يعني في اسماع كتير خلي بالك الناس بتعتقد اننا بنتكلم ان مجلس دارة مقصر لكن انا عايز ولي ان مجلس ادارة الحقيقة يعني ممكن بعض الناس تعتقد ده خاصة انك دايما بتطالب لعبين خلاص حقنا السكواد المطلوب للجهاز الفني يعني موديست هو احد طلبات مستر كولر مثلا الاساسية الوصول للنجاح محتاج دايما صعب الحفاظ على النجاح اصعب بكتير فبالتالي مهما وصلت لمنظومة نجحة ومهما كان عندك احسن سكواد في الدنيا بالتأكيد مش هتبطل تدور عنك تبقى احسن وده جزء من نجاح الاهلي احنا لو بنفرح ببطولة وبنقعد نعيش عليها سنين طويلة جدا مش هنحق البطولات اللي بعد الناس بتخلص انا شاهد على ده انا عيشت داكا جمهور لكن شاهد على ده بجد هنا كسياسة شغل تخلص البطولة صفحة وانتهت محتاج تكلم فيها حلاص انتهت احنا بصينا اللي بيبص دايما على اللي بيبقى نمرة واحد على طول بيشتغل على نفسه يعالج مشاكله وده حاجة ما تقللش من ادارات النادي الاهلي على مدارة تاريخها مش بس الادارة الحالية على ادارات الاهلي وإنما ده ما كنتش تفضل في القمة وده الطبيعي صحيح انجاز مثلا جوزيه بتحقيق وصول اربع نهائي وتحقيق ثلاث نسخ منهم وتحقيق برونزية انجاز بتحلم به كل اندية العالم صح لو انت وقفت عنده ما كنتش وصلت النهاردة انك انت تكرره وعلى عتاب انت للنهاردة لو حققت دوري ابطال افريقيا يبقى كسرت الريكورد اللي انت يسجيله لكن لازم يا احمد لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني ياخدوا بالهم كويس قوي لان الموسم ممكن يهرب بشكل كبير صعب احنا صعب نوع نفسنا انت خسرت بطلتين لغاية النهاردة وبطلتين مهمين ومهمين للنادي كمان تسوقيا قلتها وماليا فانت بتتكلم في انك على اعتاب انك لازم يبقى فيه وقفة ولازم تعرف كويس قوي انت رايح فين في الموسم خاصة انك داخل على بطلتين كبار جدا جدا مع البطلات المحلية مع البطلات المحلية وبالتالي لازم تاخد بالها ولازم يبقى فيه وقفة مهمة جدا جدا من جهاز الفني واللعبين لانه النادي الاهلي مستحيل يخرج صحيح وخصا كمان انا كلمت رقميا هكنا ابتدنا الحلقة بارقام مرتبطة بالاداء المالي البارسة الامل الوحيد لانقاذ الموسم من ناحية انتعرف الاهلي محروم من الحضور الجماهيري بالتالي واحد من اهم المصادر داخله مش موجودة بالتالي الموارد المالية عندك مرتبطة بكس عالم اندية وصولك للمباراة النهائية ان شاء الله او على الاقل الميجالية برونزية يساهم بشكل جديد انا لسه طموحي انك رغم كل اداء اللي لسه ما وصلش او مش احسن حاجة انا عندي امال كبير جدا جدا انك نوصل ان شاء الله لفاينال كاس عالم اندية نتمنى ان شاء الله لكن لازم وقفة عشان تقدر تبتدي دورة بطريق افريقيا بشكل جاي تقدر توصل كاس عالم ان شاء الله للفاينال مين من الاسماء اللي على لسان الجمهور طبعا كل يوم بيكلم في اسمه وبيكلم في ترشيحات وبيكلم في مين افضل من مين مين بيقولك مش عارف هنا ده افضل من ده والمركز ده ده افضل من ده وده ممكن يبقى جوكر يلعب بكيمينه وبيكلمين مين من الاسماء اللي شفتها من اوارة تتمنى انها تكون موجودة في مركاته الاهلي اشرف محليا اه يعني محليا انت شايف ان احنا في ويندو الاسمه اجنبي اعتقد صعب اوي في ال والله صعب لكن اتمنى اتمنى ان يكون عندي امشقف انا لغاية النهاردة محتاج ترجمة لكل فرص النادي الاهلي اللي بتوصل بيا محترفيني الاهلي الخامسة شايف حد منهم ممكن يكون قريب من خروف لو لو يعني خلينا نكلم بصراحة لو مودست موصلش للتوب فورم بتاعه في الشهر ونص ده لا المانع اني انا جايبه في ظروف لظروف معينة مزبوط وتعقدت معيه بهذا المبلغ لظروف معينة او الاحتياجات معينة في الزرف ده في التوقيت ده لو ما حقليش ده خلاص انا خسرت بتلطين لغاية النهاردة لو ما درتش اوصل بي التوب فورم وانه يحقق لي المطلوب منه في الفترة اللي جاية دي في كاس عم عندي بطولة الدورة بتاعه في رخي خلاص ايه المانع انه يرحل ويكون عندي اسم كبير يليق بنادي الاهلي قدر يحقق لي المطلوب منه ويحقق لي تموحاطي طيب ايه المانع لا انا محتاج ما فيش مشكلة خلاص انك تغير وتغير فكرك او حتى لو كان عندك يعني استقرار في دماغك انك تكمل بي الموسم او ممكن تدعم اوبشن تادي تدعم المركز بلاعب محلي ولا مفيش محلي اه هو في بعض الاسماء لكن انا شايف لازم يكون في حد قوي يعني يليق بالنادي الاهلي وبطولات اللي يشارك فيها النادي الاهلي هجومية مهتم انت بمركزك بس وسبق المراكز مش مركز انا شايف انه ما عندكش مشكلة كبيرة فيها لكن ممكن في اسماء نوارة قوي شفتها يعني اوماك كمان عبدواحد طبعا واحد من الاسماء المنورة جدا جدا اوفا لعب مهاجم امبي من الاسماء تميزة الفترة اللي فاتت لكن اسكواد نادي الاهلي انت مش محتاج محليا حاجة اتمنى بس يعني اتنين دول تحديدا من الاسماء المهمة جدا للنوارة النادي الاهلي اتمنى ان شاء الله تواجدهم يعني لكن انا مصر ان انت محتاج مهاجم بشكل مختلف وامكانيات مختلفة يليق بالنادي الاهلي يمكن تكون في نقطة ايجابية وحيدة في التوقف ده هي فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات الاهم ان احنا يستغل الفرصة عشان يعود الاهلي بشكل افضل مما كان ومازال الاهلي ومازال مارسل كولر يبحث عن نسخة الاهلي اللي بينتظرها جماهير النادي الاهلي بصرف النظر على الارقام وبصرف النظر على النتائج الاهلي بالتأكيد بالقماشة دي وبتجربة كولر في السيزن العالي يقدر يقدم افضل من كده بكتير والرهان ان شاء الله يكون بداية من لقاء مديامة الغاني في بطولة دولي الابطال كل التوفيق لرجالاتنا وانجمنا وكل التوفيق لمارسل كولر فيه مهمة صعبة وبالتأكيد مش مستحيلة باشكر نجمنا وضيفنا كابتن اشرف ممضوح شرفتنا انتنورتنا كالعادة اشرف باشكرا كحمد جدا جدا وكل التوفيق اللي انجمنا طبعا من النادي الاهلي بفترة اللي جاي ان شاء الله باشكركم على المتابعة تحياتي لي